أبو محمد في الثمانين من عمره متكئاً على عكازه يحث الخطى نحو صندوق الاقتراع في هذا المركز من أجل ممارسة حقه الدستوري في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر رغم كبر سنه فإن الأمل في التغيير يحدوه مثله مثل غيره من الشباب الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم بحثاً عن مشرعين جدد يسهمون في تحسين أوضاع البلاد ننتخب من نراه مناسباً أملنا أن المنتخبين أنهم يخدموا الوطن قبل ما يخدموا أهلهم أو مصالحهم الذاتية أكيد تحسين المواصلات تطور الوظيفة العمل أكيد يعني أهم شيء البطالة أنا شايفة وسوق العمل أنه يصير بعد عن الوسطات أهم شيء لأنه في كثير كفاءات أعد بالبيت ما بيشتغلوا الهيئة المستقلة للانتخاب تعهدت بتحويل أي مخالف لقانون الانتخاب إلى القضاء وحذرت المرشحين ممن يحاولون استخدام المال للوصول إلى البرلمان الجديد وناشدت المواطنين باختيار المرشح الأفضل وفقاً لبرنامجه الانتخابي بينما اعتبرت الحكومة الانتخابات خطوة مهمة نحو الديمقراطية المال الأسود واستخدامه عالة يتم خلف الأبواب وفي المناطق المظلمة لا تستطيع أن تصل إلى كل حال وهي معضلة الانتخابات في العالم إذا وردت أي شكوى ومع اسم شخص وشهود أو أي بينات نحيل الأمر إلى المدعي العام فوراً لن نتوانى في أحالة أي وسيط أو أي مرشح نفتخر أننا نتحاور من خلال الانتخابات في حين أن كثير من دول الإقليم كما تعلموا ومع كل أسف وحزن لا نسمع منها إلا أصوات المدافع ولا نرى إلا الدماء التي تسير في قراءها وفي مدنها وبالتالي هذا أمر مهم يذكر أن 1483 مركز اقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم في 23 دائرة انتخابية لكن الإقبال حتى ساعات المساء يبدو ضعيفاً ما قد يدفع الجهات المشرفة على العملية الانتخابية إلى تمديد وقت الاقتراع خلال الساعات المقبلة ويأمل المواطن الأردني بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر أن تفرز صناديق الاقتراع برلماناً يستجيب لمطالبه في تحسين أوضاعه المعيشية والإنسانية حيدر العبدالي الحرة عمان